حكاياتنا النهاردة عن الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح ابتادت حياتها نجمة إغراء تركت الفن بسبب دموع ابنها ماتت بعد صدمة كبيرة أخدتها من الفنان الكبير عاد الإيمان لو عاوزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية نوال أبو الفتوح أبيل اتولدت يوم 10 إبريل عام 1940 في قارية العزيزية محافظة الشرقية عاشت طفولتها في محافظة الشرقية كانت بتحب الموسيقى وكانت بتحب تعزف على الألات الموسيقية في المدرسة بعد كده انتقلت هي والدها للحياة في القاهرة ودخلت المعهد العالي للموسيقى لشدة حبها للموسيقى واشتغلت أول حياتها مدرسة موسيقى بعد كده صديقة لها قالت لها ان فيه مسابقة للوجوه الجديدة اللي كان بيقدمها الفنان عبد المنعم مدبولة وهي كانت رايحة تقدم فيها وكانت عايزة تاخد نوال معاها نوال في البداية كانت رفضة لكن قالت لها تعالي معايا علشان تونسيني في الطريق وبالفعل نوال راحت عشان تونس صحبتها في الطريق ودخلت معاها قاعدة الاختبار أول ما شافها عبد المنعم مدبولة أعجب بيها جدا وأقنعها أن هي تدخل الاختبار وبالفعل دخلت الاختبار ونجحت في الامتحان بدأت نوال أبو الفتوح تمثل في السينما لكن كانت كل أدوارها إغراء وكانت جريئة جدا في ملابسها وكانت دايما بتلبس مايوهات وما كانتش بتتكسف من الأدوار بتاعتها وهي في بداية مشورها الفني اتجوزت سامير أبو غدارة ودي الجوازة الوحيدة اللي في حياة نوال أبو الفتوح وخلفت منه ابنها الوحيد أحمد واتطلقت بعد أربع سنوات وهي في عز مجدها وشهرتها اتفاجأت أن في يوم ابنها كان بيبكي ولما سألته بتبكي ليه يا أحمد قال لها أن أصدقائه كانوا بيعيروا بأدوار والدته وأن هي كانت بتلبس ملابس جريئة جدا وأن هو كان بيكسف منها قررت نوال أبو الفتوح أن هي تعتزل الفن وفعلا ابتعدت عن الفن لمدة خمس سنوات بعد مرور خمس سنوات من اعتزالها رجعت للفن مرة تانية لكن المرة دي بصورة مختلفة تماما وكانت موهبتها نضغت وكانت رجعة بقوة كبيرة جدا وكانت مقررة أن هي تخلي الناس ينسوا أدوار الإغراء اللي هي كانت بتقدمها في السينما وعملت كل أدوارها في المرة دي في الدراما التلفزيونية وكانت بتاخد بطولات بالرغم أن هي في السينما لم تحصل على بطولة مطلقة واحدة في أي عمل سينمائي عملته من أهم الأدوار التلفزيونية اللي قدمتها مسلسل الشهد والدموع ومسلسل الفرسان ومسلسل الشراقي وأخدت البطولة في الثلاث مسلسلات بعد فترة من رجعها للفن اكتشفت أن هي بتعاني من مرض السرطان وأن هي في مرحلة متأخرة جدا بدأت نوال أبو الفتوح تتنقل في حياتها ما بين مستشفى المنيل وما بين بيتها علشان تستكمل علاجها لدرجة أن هي صرفت كل أموالها على العلاج وما كانش بيسأل عنها أي حد من داخل الوسط الفني وكان عندها كبرياء وعزة نفس شديدة جدا ما كانتش بتقبل المساعدة من أي حد حتى لو كانت الدولة هي اللي عاوزت ساعدها لدرجة أن نقابة الممثلين قدمت طلب لوزارة الصحة علشان نوال أبو الفتوح تتعالج على نفقة الدولة لكن نوال أول ما عرفته رفضت الطلب تماما وقالت أنا ما بقبلش الإحسان حتى لو من الدولة في أيام نوال أبو الفتوح الأخيرة طلقت صدمة من صديقها الفنان عاد الإمام والنهاية فجأة أن عاد الإمام أثناء تقديم مصرحيته بودي جارد طلع على خشبة المصرح وحي الجمهور وقال لهم أن أجر اليوم دوت حنتبرع به لعلاج الفنانة نوال أبو الفتوح وطبعا الجمهور بدأ يسقف للفنان عاد الإمام لما وصل الخبر للفنانة نوال أبو الفتوح اتصدمت جدا في عاد الإمام وقالت أن هي ما بتقبلش الإحسان من حد خصوصا لو جاي عن طريق الشهرة وبالطريقة دي وتوفت بعديها الفنانة نوال أبو الفتوح يوم 10 إبريل عام 2007 رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح